موسيقى قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجيبس 2024 إن الدولة أنفقت أموالا ضخمة في مصر بشأن الغاز والطاقة كما بذلت جهودا كبيرة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 15 مليون وحدة مضيفا أن الوضاع بغزة أثرت على مصر وإرادات الممر الملاحية تراجعت بنسبة تتراوح من 40 إلى 50% مشددا على أن الدولة حريصة على تنفيذ التعهدات والالتزامات المالية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنفيذي للشركة بريتش بيتروليوم على هامش مؤتمر إيجيبس 2024 مؤكدا الأهمية التي تليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجال البترول والثروة المعدنية مثمنا النشاط المميز للشركة وحجم استثماراتها المتنام في مصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول شدد وزير الخارجية سامح شكري خلال استقباله وفدا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وأية إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة دعا مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين وإقرار حق شعبها في تقرير مصيره كما طلب محكمة العدل الدولية بتوجيه المجتمع الدولي من أجل تطبيق القانون وإنهاء الاحتلال الإسرائيلية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر في قطاع غزة راح ضحياتها مائة وسبعة شهداء ومائة وخمسة وأربعون مصابا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية ليرتفع إجمالي حصيلة شهداء الحرب على غزة إلى تسعة وعشرين الفا واثنين وتسعين شهيد وتسعة وستين الفا وثمانية وعشرين مصاب تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جهود توطين صناعة الطلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية مشيرا إلى أن الحكومة تدعم بصورة قوية صناعة الطلمبات في مصر سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاصة مضيفا أن هناك حجم عامل كبير تشهده المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة كذا مشروعات الأخرى بالمدن القائمة والجديدة أعلنت وزارة الداخلية أنه تم ضبط المتهمين بقتل يمني في أقل من أربع وعشرين الساعة حيث أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث وأقروا بصابقة تعرف اثنين منهم على الملن عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين